الحمد لله عبد العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فمقام الحب الإلهي ومقام الغضاء من أعلى المقامات فأي مقام للعبد أسمى من دخوله في ديئات الضضاء والحب الإلهي إنها لأسمى الغايات وأعلى الضاجات أن تكون ممن يحبهم الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نسأل الله عز وجل أن نكون منهم فأبو العزة يحب عباده المتقين يقول سبحانه بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ويقول سبحانه إلا الذين عهدت من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يزيروا عليكم أحدا فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ونلاحظ هنا أن الحديث عن حب المتقين جاء مرتبطا بالوفاء بالعهد فالوفاء بالعهود والعقود وأداء الأمانات سبيل التقوى وأحد أهم سبل الحب الإلهي وسبحانه وتعالى يحب الصابعين يقول سبحانه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كسير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابعين ويقول رب العزة لملائكته يا ملائكتي أقبطتم ولد فلان أقبطتم فلزة كبده يقولون نعم يا رب فيقول رب العزة فماذا كان من عبدي يقولون حمد واسترجع قال إن لله وإن إليها رجعون فيقول رب العزة ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فراب العزة يحب المتقين ويحب الصابعين ويحب المحسنين فأتاهم الله سواب الدنيا وحسن سواب الأخاء والله يحب المحسنين ولا سيما الإحسان في الإنفاق يقول سبحانه الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويذكر أهل السياع والتاريخ يعني شيئا لطيفا حدث مع سيدنا عمر بن عبد العزيز يقال إن خادما من خدمه أخطأ في مجلسه فرصى إليه سيدنا عمر بن عبد العزيز فقال الخادم والكاظمين الغيظ فقال سيدنا عمر بن عبد العزيز كظمت غيزي قال الخادم والعافين عن الناس قال عفرت عنك قال الخادم والله يحب المحسنين فقال له خامس القلفاء الغاشدين اذهب فأنت حر لوجه الله ويحب المتوكلين فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ويحب التوابين ويحب المتطهرين يقول الحق سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب أهل العدل وأهل الإنصاف حيث يقوله سبحانه وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقصطين ويقوله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين ويقوله سبحانه وأقصطوا إن الله يحب المقصطين ويحب سبحانه وتعالى الذين يحبون لقاءه ففي الحديث الصحيح الذي أخراجه الشيخان البخاري ومسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه لأن من أحب لقاء الله استعد له وعندما حضرت الوفاة سيدنا بلال بن عباح رضي الله عبد وجد ابنته باكية قال لها أي بنية أي بنية لا تبكي ولا تحزني غدا سنلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم وعلي عن أصحابي أجمعين لأنه فهم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ولما حضرت الوفاة أحد الصالحين ووجد زوجته باكية قال لها ابكي على نفسك أما أنا فقد بكيت لهذا اليوم أربعين عاما من خشية الله ويحب سبحانه من يتقرب إليه بالطعاط يقول سبحانه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افتعطت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافلي حتى أحبه ويحب سبحانه المتحبين في الله ففي الحديث القدسي يقول رب العزة وجبت محبتي للمتحبين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها ومن أحب لله وأعطى لله وأحسن لله فقد استكمل الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في الحديث أيضا أن إنسانا ذهب لزيارة أخر له في الله فأرصد الله له ملكا في طريقه يا هذا إلى من تذهب إلى فلان ألي حاجة بينك وبينه قال لا ألي صلة أو لقابة قال لا ألي حاجة لك عنده قال لا لما تذهب إليه قال إن يحبه في الله قال اعلم أن الله عز وجل يحبك لحبك له وقد أوجب لكما الجنة هذه دوائقه الحب فأرم بلعزة يحب المتقين حب المحسنين حب المتوكلين حب الصابرين حب الصادقين حب المقصطين حب المنفقين يحب من أحب لقاءه نسأل الله أن نكون منهم وأن نحشر في زماتهم اللهم عزقنا حبك وحب من أحبك وحب رسولك وحب من يحب رسولك وحب ما يقربنا إلى حبك وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم وأحمد الله وبعاكاته وصل اللهم 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 و